مناد نوبا من موليد ولاية وهران صحب 63 سنة قائد جهاز الدرك الوطني منذ سنة 2015 بموجب مرسوم رئاسي من قبل وزير الدفاع الوطني عبدالعزيز بوتفليقة خالفا للفريق أحمد بوستيلة الذي أحيل على التقاعد بعد قضائه 15 سنة على رأس الجهاز شغل مناد نوبا منصب قائد أركان قيادة الدرك الوطني تمت ترقيته في جوان 2010 من رتبة عقيد إلى عميد وبعدها إلى لواء تقلد في أوقات سابقة منصب قائد القيادة الجهوية السادسة في تامنراست كما عمل لأكثر من ثمان سنوات بولاية غردايا حظي خلالها بشرف التعرف على أعيان المنطقة وأسرارها وعرف عليه إلمامه بملف الحدود مع دول الساحل والإرهاب والتهريب من خلال إشرافه على المناطق الحدودية وشغل أيضا منصب قائد القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران أين أشرف منها على كل ولايات الغرب كما استغل أيضا فترة في قسم الاستغلال والبحث وقد تلقى لواء عدة تربصات بالخارج خاصة بالمدارس العليا في فرنسا فضلا عن كونه مختصا في الضبطية القضائية ويحمل شهادة في التخصص ذاته اشتركوا في القناة